كانت خديجة أحمد المرأة السودانية التي تبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً تزرع البصلة في إقليم دارفور غرب السودان ولم تكن تعلم أن الشوكة التي داست عليها واخترقت قدمها يوماً ما ستجعلها ضحية مرض خطير لم تهتم أحمد بوخز الشوكة حتى بدأت قدمها في التورم وتدهورت حالتها تدريجياً إلى أن بوترت الصاق إنه مرض المايستوما ويطلق السودانيون على هذا المرض لقب الموت الصامت وليعتبر هذا المرض الذي يتآكل معه لحم الإنسان قاتلاً بشكل خاص لكنه يدمر حياة وأجساد المصابين إذ يتسبب في بعض التشوهات الجسدية وبتر الأطراف وغالباً ما يصيب مرض المايستوما أو المدورا كما يطلق عليه البعض القدم ويتسبب في تورمها عن طريق البكتيريا أو الفطريات الناتجة عن وخز الشوك في الأراضي الزراعية والحقول وهو يدمر الجلد والعظام والعضلات بشكل خبيث ويصيب المرض بشكل رئيسي الشباب وخاصة المزارعين أو الرعاة الذين غالباً ما يمشون حفات ويمكن علاج المرض بسهولة باستخدام المضادات الحيوية على مدى عدة سنوات إذا كان سبب التورم بكتيريا لكن لا تزال الأدوية غير فعالة نسبياً في علاج الفطريات